موسيقى موجز لأهم الأنباء من قناة الجزائر الدولية السلام عليكم أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته أمام قادة الاتحاد الإفريقي لدى افتتاح أشوال المنتدى الاقتصادي والإنساني الإفريقي الروسي في مدينة سان بدرسبرغ الروسية أن بلاده منفتحة على التعاون في كافة المجالات مشددا على أن روسيا شريك مهم لإفريقيا وأن التعاون الروسي الإفريقي مبني على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة هذا ويشارك الخميس بسان بدرسبرغ الروسية الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن ممثلا للرئيس تبون في أشغال القمة الثانية روسيا إفريقيا ومنتدها الاقتصادي والإنساني وكان بن عبد الرحمن قد حل مساء الأربعة بسان بدرسبرغ التي تحتضن فعاليات هذا الحدث يومي الخميس والجمعة حيث سيبحث المشاركون أفاق تعزيز تعاون والشراكة الاستراتيجية متعددة الأشكال بين الدول الإفريقية وروسيا كما تشهد القمة المنظمة تحت شعار من أجل السلم والأمن والتنمية حضور ممثلين عن 49 دولة إفريقية منهم 17 رئيس دولة من القارة لدراسة سبل تنوع مجالات تعاون سيما في الميادين السياسية والاقتصادية والمجالات العلمية والتقنية والثقافية والإنسانية وأكذا المصادقة على مخطط عمل منتدى الشراكة الروسية الإفريقية قال رئيس النيجر محمد بازوم إن المكاسب التي تحققت بشق الأنفس سيتم صونها الرئيس النيجري وفي منشور لها على منصة تويتر أضاف أن مواطنين نيجر الذين يحبون الديمقراطية سيحمون تلك المكاسب وتأتي تصريحات الرئيس النيجري محمد بازوم في أعقاب قيام أفراد من الحرس الرئاسي أمس الأربعاء باحتجازه داخل القصر الرئاسي وهو الأمر الذي خلف موجة من الإدانات الإقليمية والدولية من جهته كان وزير الخارجي النيجري حسومي مسعود قد دعا في منشور له جميع الديمقراطيين والوطنيين إلى العمل على إفشال ما وصفه بالمجازفة الخطيرة أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اتصالا هاتفيا مع نظيره النيجري مسعود حسومي بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون بيان للخارجية الجزائرية أفاد أن الاتصال الذي تركز حول تطورات الأوضاع في النيجر يأتي في أعقاب البيان الذي أدانت من خلاله الجزائر بشدة محاولة الانقلاب التي تجري في النيجر وخلال الاتصال طلب عطاف من نظيره النيجري أن ينقل إلى الرئيس محمد بازوم دعم وتضامن الرئيس تبون في هذه المحنة الصعبة التي تجتازها جمهورية النيجر وفق المصدر ذاته نقل الوزير الجزائري تمنيات الرئيس عبد المجيد تبون بأن تتغلب جمهورية النيجر بسرعة على هذه المحنة وتعود بحزم وثبات إلى طريق الاستقرار السياسي والمؤسساتي يضيف نص البيان استشهد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلة الأربعاء خلال اقتحامها مدينة قلقيليا وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الطفل فارس شرحبيل أبو سمرى صاحب الأربعة عشر ربيعا أصيب بجروح حارج برصاص الاحتلال في الرأس ونقل إلى مستشفى قلقيليا الحكومي قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد اقتحمت حي النقار في المنطقة الغربية من مدينة قلقيليا ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلب بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السامي المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم انتهى الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة